المشهد هو هو في لبنان منذ 13 يوما احتجاجات شعبية قطع للطرق شلل في الحياة الطبيعية صباح الثلاثاء سيجدد المعتصمون اقفال الطرق عبر ايقاف سياراتهم او حرق الاطارات او باجسادهم فضلا عن التجمع في الساحات التي باتت على موعد يومي مع تحركهم الاحتجاجي تحرك يبدو ان المشاركين فيه باتوا ملاحقين امنيا في صور حيث افادت مجموعات الحراك المدني بان قوى الامن استدعت عشرات الشباب ومنهم من هو قاصر وبينهم حالات مرضية لسؤالهم عن مواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي هذا في الميدان اما في السياسة فكشفت مراسلة الحدث عن اقتراح حل للازمة القائمة قضى بتشكيل حكومة تكنقراط من اخصائيين في نفس السياق طالب فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق بتشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات غير سياسية او حزبية لكي يضفو على المشهد السياسي اللبناني شيئا من بداية استعادة التقام بين اللبنانيين والحكومة اللبنانية الجديدة وفيما الصراع بين الحكومة والشارع على اشده لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامي الى ان القطاع المصرفي يحتاج حلا فوريا خلال ايام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل اشتركوا في القناة